موسيقى وزع مركز الملك سلمالي لغاثة والعمال الإنسانية مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات وسلاء رمضانية للأسر الأكثر حاجة في السودان وفي ولاية البحر الأحمر قامت منظمة لغتنام بتوزيع 500 سلة غذائية استفاد منها 3000 مواطن بمحلية طوكر وضواحيها وحضر الفعالية كل من مندوب المنظمة بالبحر الأحمر دكتور ربيع أحمد بابكر ومسؤول المنظمة بالمحلية وقايد حامية طوكر العسكرية ورئيس لجان المقاومة بالمحلية والمدير التنفيذي لمحلية طوكر أكد وزير الداخلية الفريق هو العز الدين الشيخ استقرار الأحوال الأمنية بولاية غرب دارفور وأمن الوزير على عودة المصارف والبنوك للعمل فورا لإهميتها وإسامها الكبير في العملية الاقتصادية أكد المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة عثمان دوالبيت مواصلة كافة الجهود لزيارة المنتج من الكهرباء خلال شهر رمضان على صعيد التوليد المائي والحراري وأعلن ضوالبيت كفاءة وجهزية التوليد المائي لمضاعفة الإنتاج بعد زيارة المناسب في النيل الأزرق والأبيض قال رئيس مفوضية الحدود معاذ تانجو إن لجان الحدود المشتركة لم تناقش مطلقا أزمة سد نهض الأثيوبي وأوضح بأن ملف الحدود مع أثيوبيا يختلف عن قضية السد ولا مجال لطرح القضيتين معا وقال تانجو في تصريح للسودان الآن إن السودان لن يجامل في حقوقه ولن يجامل أثيوبيا للإدار بمصلحته قال الأمين العام لتحالف وطني سودان قوس أشرف الكاردينال إن التحالف تقدم بمقترح للوساطة والحكومة برفع نسبة الولايات الشمالية ككل في السلطة والثروة إلى نسبة 40% بدلا عن 10% التي أقرتها اتفاقية السلام العاصمة الجنوبية جوبا وقال الكاردينال في تصريح لسودان الآن إن اتفاقية جوبا أجحفت في حقوق الشمال وأضاف أنهم لا يدعون للانفصال وأن شعارهم هو وحدة تنمية عدالة